اردوغان تكلم وكما عدته تطاول وكما عدته تسافل وكما عدته بيمارس حقارة ما شهدتها البشرية من قبل بيعلق على اجتماع جمع الدول العربية بيقول باختصار يعني بيقول انتم مجتمعين وبتاجموا الاحتلال التركي ليه سوريا بقول لهم لو اجتمحتم كلكم الدول العربية ما بلغتم قدرة تركية انا كبير قوي كلكم كده على بعض مش قدي والله والله يمارس كبرا يخرج به من الملة وانا فاكر كلام ضيفتي الهام احمد قالت ده واحد كافر مرتد فعلا انبارح بسأل صالح مسلم بقول له اقول كلمة الاردوغان قال لي ما بيسمعش قلت الفتحالة جوله قبل كده اقول كلمة الاردوغان لي ما بيسمعش بيتطاول على الدول العربية اللي هو نعل اقل مواطن في هذه المنطقة اشرف في الاردوغان وحكومته وحزبه بيقول ايه بيقول ردا على البلاد المنددة بنبع السلام نبع الدم في جامع الدول العربية لو تمحتم كلكم ما بلغتم قدر تركيا بيقول ايه انتم تتحدثون بنفطكم ودولاراتكم ولديكم بعض الهواجس ولكن تركيا تتحدث بمواقفها اي موقف ايها الارعن عن اي موقف تتحدث ايها الاحمق احدث اردوغان واقول هم يتحدثون بنفطهم وبدولاراتهم هذا النفط وهذه الدولارات وهذا الغاز هو الذي يجعل ان حزبك وحكومتك وزلطانك موجود لغد الوقت وبئس ما قام به امير قطر الغاز القطري هو اللي بخليك على قيد الحياة السياسية حتى الان لو لا الغاز القطري والتلات اربعة مليار دولار اللي بيخشوا الاقتصاد التركي بشكل غير رسمي كل شهر ما كان هناك اردوغان